كان كأنه أنا داروح على محمد القاسم لأنه كانت محاكمة مع الأخوية المحكمة كانت على السريع محمد القاسم فشنا داروح تشوي المتظاهرين ففجأة شفت أنه كان صار رمي نعم نسمعك يتفضل السنين أي تسمعني وفجأة صارت الرمي فهم تقدموا علي من تقدموا علي من تقدموا علي فأني طريت أبقى ومن أول من رح أرجع رح يصر رمي ورح يتأذى غيري فبقيت ثابتة فهم إجعوني والدفع والضرب والسب والإهانة وبعد ذلك كمنا يعني يعني نعم نسمعك تفضل السنين أكملي الحكاية أي ورها يعني هم يمين قالوا لي أنه أكون عميد مصاب كنت عالجيني فأني رفضت هذا الشيء لأنه بعد ذلك قالوا أنه قموا بالتهديد وقالوا أنه بعد توصلني للتحرير لو أني قالت لا الشيء يكيد لازم يدعم التحرير لأنه أني من واحد عشرة متواجدة للتحرير حد هذا اليوم طيب سولين لماذا تتواجدين في ساحة التحرير ما هي مطالبك لماذا تنضمين إلى بقية شباب العراقي في هذه التظاهرات تفضلي وأصلا أنت كنت تقومين بواجبك يعني كمسعفة أنا كمسعفة عالج وحالة إنسانية وعالج أي شيء مثلا يقولون أنك حالة مثلا شون نقول مثلا تفضلي سولين اسمعوكي ماذا أسمعكي أكملي ألو نعم سولين أنت معنا على الهواء تفضلي من يصر رمي أو من يصر إصابة أو شيء فأني قبل رحنا نروح كفريق واحد نعالج يعني أي حالة إصابة أي شيء فرحنا نقبل نعالجهم ولا أكثر يعني ترجمة نانسي قنقر